التأم باحثون وفاعلون إعلاميون في إطار لقاء خصص لمناقشة دور وسائل الإعلام في التمرين الديمقراطي للانتخابات وكان هذا اللقاء الذي نظمه المنتدى المغربي للصحفيين الشباب منصة لإبراز كيف أن رجال الإعلام كمدافعين عن حقوق الإنسان يساهمون في تقوية التمرين الديمقراطي للاستحقاقات الانتخابية وتوقف رئيس منتدى الصحفيين الشباب عند الدور الحاسم للصحافة في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مؤكدا على أن الاقتراع الثلاثي للثامن شتنبر 2021 شكل خطوة مهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة ومكن هذا اللقاء الذي شاركت فيه شخصيات إعلامية من مختلف الآفاق من تقييم الموضوعي للتغطية الإعلامية لانتخابات الثامن من شتنبر والوقوف على العمل الذي قام به المنتدى المغربي للصحفيين الشباب